توتر شديد تشهده الأروقة السياسية في ليبيا وبعض العواصم العربية والدولية تزامنا مع أنباء تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للجنرال خليف حفتر وربما وفاته توتر ما رده إلى كون حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي والذي استطاع الحصول على الدعم السياسي والعسكري من بعض القوى الإقليمية مثل مصر والإمارات العربية المتحدة في مواجهة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ولأن حفتر يمسك بزمام الأمور شرقا عبر تحالفات قبلية ضمنت له التقدم تدريجيا نحو الغرب حيث تنتمي قبيلته فإن غيابه لا شك سيترك أثرا بالغا على معادلة الصراع الداخلي في ليبيا حيث يتوقع بعض المتابعين للشان الليبي أن ينشب صدام مسلح بين أطراف التحالف القبلي الذي يقوده حفتر حاليا صدام ربما بدأ مبكرا بمحاولة الاغتيال التي تعرض لها شرق مدينة بنغازي قبل ساعات عبد الرزاق الناظوري رئيس أركان الجيش التابع لحفتر والمقرب من رئيس مجلس النواب عقيل صالح وعلى ذكر عقيل صالح فإن الرجل يبدو غير مرحب به من قبل القوى الإقليمية الداعمة لحفتر ما يعني عمليا رفضها طرح اسم الناظوري ضمن المرشحين لخلافة حفتر موقف أكده محللون بالقول أن القاهرة والإمارات تتباحثان بشأن ثلاثة أسماء ليس من بينهم الناظوري إذ تتضمن القائمة اللواء عون الفرجاني أحد أهم مساعد حفتر واللواء عبد السلام الحاسي قائد غرفة العمليات العسكرية لعملية الكرامة فضلا عن نجل حفتر الرائد خالد الذي يقود إحدى أكبر الكتائب العسكرية في قوات والده في المحصلة فإن المشهد الليبي يقف على أعتاب مرحلة جديدة ربما تفضي إلى تغيير معادلات القوى في الصراع الداخلي الأمر الذي قد يغير معطيات التعامل الأممي مع متغيرات الساحة الليبية ويفتح الباب أمام حكومة فايز السراج في طرابلس نحو محاولة مد نفوذها شرقا مستفيدة في ذلك من مظلة الاعتراف الدولية ترجمة نانسي قنقر